السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن أسلامكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم المفضل أبو سروال نيوز أبو سروال نيوز؟ ألو البرنامجكم المفضل كوميديا الملاعب البرنامج اللي بجيكم كل يوم سبت الساعة ما بعرف قديش بتوقيته أبو سروال جرينيش بدايةً إذا كنت جديد في القناة اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات لحتي يوصل لكل فيديو جديد ويلا بينا على أبرز العنوين ونبدأ عناويننا في دور أبطال أوروبا حيث غتنم دينامو زغرب الذي لا أعلم من أين قرعت أبوه غباء تخيل وأبنائه وجلده بهدف دون رد وقام المشجع بلال الوحيد الذي يشجع تشيلسي بشجب واستنكار هذا العمل الغير أخلاقي من نادي دينامو زغرب ونبقى في دور أبطال أوروبا حيث قرر يورغني كلوب خوض مباراة نابولي بدون خط الدفاع ظنا منه أنه جوارديولا مما أدى ذلك التكتيك إلى خسارتهم بأربعة أهداف مقابل هدف فقط من نادي نابولي الإيطالي وصرح فان دايك بعد المباراة قائلا لقد قلت لكلوب أني مسهول ولكنه أصر على إدخال المباراة وسحق نادي برشلونة نادي غريب عجيب حتى هو لا يعلم كيف وصل إلى هنا بخمسة أهداف مقابل هدف وأرسل برشلونة رسالة تهديد واضحة إلى نادي بايرين مينخ مفادها لن تفوز علينا هذا الموسم بنتيجة عريضة ورسمياً إقالة المدرب الألماني تخيل من تدريب نادي الجلسي بقرار فني من رئيس النادي حمدون بيولي وقيل أن السبب بالإقالة ليس الخسارة إنما عدم التوقيع مع رونالدو فاصل قصير عزيزي المتابعين من ثم نواصل نشرة الأخبار أهلاً وسهلاً بكم من جيدي عزيزي المتابعين كالعاد لازم نشكركم على دعمكم الرهيب الأسطوري الخرافي على المقاطع الأخيرة وعلى المقاطع السابقة واللاحقة واللي جاي واللي جاي واللي رايح واللي مش عارفة طبعاً عزيزي المتابعين تنويه بسيط إنه هاي الأخبار قاعد بصور فيها يوم الخميس مساءً الساعة ثمانية طيارتي بعد ثلاث ساعات فيعني إذا في أخبار صارت يوم الجمعة ويوم السبت فمشنا إياها ما رح نذكرها بس يعني تابعوني عن استقرام عشان تشوفوا أنا وين مسافر وطلب صغير يا جماعة إنكم تشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلنوصل ثلاث مليون بأسرع وقت بدي أرجع من المكان اللي مسافر له ألاقي حالي ثلاث مليون كريم بنزيمة يثير الجدل بعد إغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي طبعاً عزيزي المتابعين وهذا الحكي صار قبل أكم من يوم حالياً حسابات بنزيمة راجعوا أمورها تمام بس هو أغلق حساباته يومين أو ثلاث أيام ليش؟ هل يعقل إنه من ذايق وحردان من ليفندوفسكي لأنه جايب هداف الدوري وهي مسجل هاترك في دوري أبطال أوروبا وثارث هدفين دوري أبطال أوروبا على ذمة البرشلوني يقال إنه بنزيمة حردان ما بعرف ولكن كوني أنا محلل كرة قدم تحليلي للحالة اللي صارت مع بنزيمة إنه هاي الساحرة اللي بعتها بوكبا تسحر مبابي راحت تشسمه على بنزيمة قلشت لأنه الساحرة غبية ما أنتوا عارفين مش عساس حكالها ما بدي أنصاب وصار ينصاب طول عمره مصاب فهي الساحرة غبية فأكيد قال بالسحر على الساحر آه بنزيمة ساحر أنا تحليلي يا جماعة بيقول إنه كريم بنزيمة زي ما بتعرفوا تاج راسو لمبابي فلما يكون كريم بنزيمة تاج راسو لمبابي السحر بده يجي ينزل من فوق بأثر أول شي على الدماغ بعدين بنزل تحت وبيبلش يعني إصابات وما إصابات لمبابي فهو إيش؟ أجوين على تاج راسو لمبابي لما يجع تاج راسو لمبابي مين تاج راسو لمبابي؟ كريم بنزيمة فطبل كريم بنزيمة السحر آه 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 أو يمكن أنه السيديات اللي كان حاطة في الرف بطلة تشتغل لأنه موضة السيديات زمان راحت حسا كله على الفلاشات لازم نقلت يا بن زيما لازم نقلت كل السيديات على الفلاشة عشان تظل أمورك تمام أو تحليل الشخصي أنه شوية توتر وسترس بسبب الكرة الذهبية زي ما بتعرفوا يعني كريم بن زيما أول لاعب بالتاريخ بيكون عارف أنه هو رح يتتوج بالكرة الذهبية قبل موعد الحفلة بست شهر فهي الأجواء على الأغلب حتعملوا شوية سترس عشان هيك لغى حساباته جمهور باريس سان جرمان يلقي الولاعات على اللاعب ليونيل ميسي اسمعوا ولا أنتوا إياه تعمل ليش فيها أجواء أنه أنت متعصب ومتعصب أنتوا جمهور بتخزي بعر معفن اسمعني ركز معاي منيحة الولاعة اللي أنت رميتها على ميسي وميسي مسكها ورماها بره عشان أنه تخرج الولاعة من أرض الملعب أنت عارف ومتأكد أنه لو روحت مسكت هاي الولاعة وعرضتها على السوق قيمة هاي الولاعة أكبر من قيمة الدورة تبعكم بس عشان ميسي مسكها وطلعها بره الملعب أنت عارف هذا الحكي يا جمهور الدورة الفرنسية احترموا حالكم إلا ليونيل ميسي الويفا يعاقب ثلاثة أندية لخرق قانون اللاعب المالي النظيف والأندية هي روما ويوفينتوس وإنتر ميلان هذول الثلاثة تعاقبهم روما اللاعب المالي النظيف يزالما هم فيش غير باله لوقوا معاه أه أنت قصدك أنه بتعاقبه عشان اللاعب نظيف عشان هيك صح؟ مو عشان هيك؟ طيب أوكي يعني مش فاهم ليش روما واليوفي ليش اليوفي؟ اليوفي بتعاقبه عشان لعب المالي نظيف يزالما بلملك الختائر اللي في أوروبا كلهم المفروض إذا بدك تعاقبه تعاقبه لأنه فاتح دار مسنين وإنتر ميلان ليش؟ ها؟ عشان صفقة لوكاكو الصراحة بستاهل لازم يتعاقبه لأنه نضحكه على تشيلسي هو الصراحة تشيلسي مضحكي يعني آخر فترة الكل بضحك عليه فهم اغتنموا الفرصة المفروض يا صديق اللي يتعاقب هو السيتي باريس سان جرمان برشلونة والرافعات أما جاي يتعاقب لهذا المزكين رحمني توني كروس يفجرها حيث قال الدور الفرنسي هو دور الفلاحين على أساس الدور تبعك وتبع دولتك اللي كنت لعب فيه زمان دور المهندسين رسمياً التراس نادي برشلونة المتعصب سيكونوا حاضراً في مبارايات دور أبطال أوروبا ليش؟ ليش يعني مش عساس هذول مخربين ولبطل يعجبهم أنه يشوفوا فريقهم بخرج من دور أبطال أوروبا من الشاشات فقال لك منروح مشوف الملعب صح؟ أو أنه عجبهم موضوع بيع التذاكر اللي صار يومي فرانكفورت قال لك يعني احنا قاعدين في الدار وما نسترزق خنروح نبيع تذاكر ونتسبب شوي تسبب والله بفهمه صراحة بفهمه بما أنه الكل قاعد بيبيع قل لك احنا بنبيع ليش ما نبيع خسارة نادي إشبيليا من برشلونة بثلاثة أهداف دون رد ومن منشستر سيتي بأربعة أهداف دون رد وكل هذا حدث في ثلاثة أيام فقط إشبيليا ثلاثة أيام تخسروا نفس الجمهور؟ اخصى عليك اخصى عليك والله ما بتستحي كوندي لاعب برشلونة الجديد بعد خسارة تشلسي من دينامو زغرب نشر ستوري على الانستجرام مستهزئا في نادي تشلسي كتب فيها كان من المفروض أن أنضم إليهم صحيح؟ آه أنت مو بس طلعت بتعرف تلعب كمان بتعرف تقصف سيبهم بحالهم يا أخوي سيبهم بحالهم اللي فيهم كفيهم ذسن البريطانية تعنون أحد أهم أسباب إقالة تخيل من تدريب تشلسي هو حب رئيس النادي توت بويولي لرونالدو ورفض تخيل التوقيع معه يعني والله يا دخيل أنك بتستاهل آه بتستاهل اللي قاله يعني أنت بتكاشئ تتوقع مع رونالدو عشانه ختيار؟ طيب ليه وقعت مع أبا من النيانك؟ ولا هذا بفرق عن هذا؟ ولا عشان رونالدو لاعب كبير وغانم وحي يجي ويخرب لك أجواء الشسمه؟ بعدين يا صحافة إنجلترا تعالوا 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 قربع ويجي شوي ما رأتك كل شي بصير بالدورة بتحطوه في راس رونالدو؟ عشان الزلم المسكين وما في حد بظهره؟ طرى أخته بظهره إذا بتولع معها بتطلع على استوريات بتقولكو أخي الذي يطير في الفضاء 14 دقيقة ويسجلوا هدفا في كوعه بسمع في كونه منكم استرعتكم لأفضلكوا تدقوا في رونالدو لأنه أخته هتطلع وتجيب العيد حرفياً تجيب العيد بعدين إدارة تشيلسي أنتوا خايفين تطلعوا تحكوا إنه السبب في الإيقالة هو برشلونة اللي سرقلكوا نص اللاعب ما خلالكم مش حدا؟ اطلعوا حكوا برشلونة إيشو هالإدارة الفاشلة هاي؟ باراديس أو باراديس أو بارادوس لاعب اليوفي حالياً وباريس سانجرمان سابقاً قام بمية واثنين لمسة للكرة أمام باريس أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ يوفينتوس في هذه البطولة منذ موسم 2003-2004 ويال من 2003 في اليوفينتوس محدش قدر يلمس الكرة أكثر من مية لمسة؟ أحا شو كاينين تسوي أنتوا يوفينتوس؟ بس دفاع؟ آه أوكي أول ما تيش الطابق طير 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 لمسين لمستين بتصفي آخر شي كل الفريق مطير ثلاثة أربع طبات بس أوبا منينين يونج بعد انضمامه لنادي تشلسي قال أنا سعيد جداً باللعب مع تخيل مرة أخرى مين تخيل كابتل؟ أيوة ما مش فاهم هذا في تشلسي؟ راح مو يا إخو راح ديب روين يفجرها أغوارديولا هو من نصح فيرانتوريس بالانتقال إلى برشلونة الله لا يوذكك الله يكسر جاهك يا أغوارديولا هذا هو المفروض أنه أنت بتحب برشلونة واضح قديم بتحب برشلونة واضح قديم يحترمهم على الفترة الذهبية اللي قضيتها معاهم بدل ما تبعت لهم ديب روين تبعت لهم رياض محرز تبعت لهم حدا غانم أنه عساسي يعني ينطفضوا ويرجعوا زي برشلونة زمان تروح تبعت لهم فيرانتوريس؟ واضح أنه أنت بتكاشيهم أصلا يتآهلوا للدور الأوروبي أنباؤنا عن إقالة يورجيني كلوب بسبب النتائج السيئة بالفترة الأخيرة يا أخي لما تلعب ضد ريال مدريد أنت مو بس بتخسر في أرضية الملعب ومو بس بتخسر وإنت اللي مسيطر ومستحوذ ومو بس بتخسر وإنت اللي مقدم كرة ممتعة ومو بس بتخسر بآخر دقيقة أنت بس بتخسر منهم يعني اللقب أو بتخسر منهم بشكل عام أنت بتتدمر الفريق حرفيا من بعد النهائي ما في غير مباراة اللي فازوا فيها هاي تسعة والفريق اللي قدامه كان تعبان الفريق انشطب حرفيا كلوب سلام عليكم يعني شو شي تسوي لك؟ حد قالك تلعب ضد ريال مدريد بالنهائي؟ ما كنت خسرت قبل من فيا ريال أحسن لك المحكمة الاقتصادية رفضت قبول دعوة راشفورد اللاعب ومنشيسة رونايتد ضد طالب مصري كان يشتم اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي وألزمته بدفع 75 ألف جنيه استرليني أتعباً للمحكمة ابلع 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 يا راشفورد يا منفوخ ولك هذا ابن مصر ابن مصر ضد الكسر يا هبال يا ابن الابلع ولا أنا بحلقة من الحلقة شخرتلك عشان شو اسمه وشكيت على هذا الطالب ابلع ابلع يا متخلف لأنه شكوتك باطلة والمحكمة اللي بتعرف الحق والله هاي محكمتكو في لندن انها زلم غانم لأنه يعني هي عارف الحق وعارفة انه انت بتستاهل الشتيمة على أدائك السيء البيان يا بيان عاجل ورسمياً نادي تشيلسي يعلن عن تعيين غراهام بوتر مدرباً للفريق حتى عام 2027 خلفاً للألماني توماس تخيل ما هذا تخيل نفسه يعني تتخوذ علينا؟ ليش جيب لي مدرب أشقر يعني زيه زي تخيل أشقراني وشايب ونفس العيون وعيون زرق ما لك اخوي يعني اعمال لك شوية تغيير أنا بحكي عشانك مش عشاني يعني خلي اللعي بش تتحس بالتغيير انه والله هاي مدرب جديد جيب لك مدرب شعر أسود جيب لك مدرب عيونه نهدي ارحمني ترى فيش فرق بينه وبين تخيل اذا بلعب مباراة ضد كونتي كونتي حيرجع دق فيه يفكره تخيل والله وطبعاً احنا منحب نشكر تخيل على فترة الذهبية الأسطورية المتخلفة ونقول له أسا كونتي مبسوط أكثر واحد مبسوط يا الله نغبي باللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية تدخل تشافي ومنع برشلونة من بيع فيران توريس يكسر إيدك يكسر إيدك يا تشافي اللي وقعت على شراءه واللي وقعت على بقاءه كيليان مبابي يصرح أنه سينتقل لريال مدريد بالمستقبل حيث قال أشعر أن الريال بمثابتي منزلي مثابة شو يا أخوي؟ منزلك منزلك يخرب بيتك شو خنزير من هسة بتعمل سسبنز وبتعمل أجواء متوترة إذا ما قل ما فيها اطلع أقول هذا الحكي قبل ما ينتي عقدك بسنة بتسعة تشهر بخمسة تشهر حتى تخوف لخليفي يعني هذيك المرة أقنع رئيس فرنسا أنه يجي يقنعك وأبصر كم دفع له وأبصر كم دفع لك هاي المرة شو بدك يا يحط لك؟ تفكروا البنك المركزي؟ من هسة بدك يا يحوش لبينما ينتي العقد عشان يقنعك؟ بعدين خليفي هذا الولد بتخوذ هذا الولد أهبه عاملي فيها أنه مسكين خنزير هاذ اوعى ترد عليه اضمن انت اضمن انه بيريز سحب السيفون عليه خلاه يروح في المجاري اسمعت جديدش معا أقولك خليه وقع مع تولوز والله العظيم منه منك هيخ لتفف وجهه ولهونا أعزائي متابعين بتكون انتهت حلقتنا بعرف الحلقة الخصيرة بس يعني شدنا نسوي قبل لنا ننهيها خلينا نشوف مع بعض فيديو الأسبوع اي فاندوفسكي ايش ها وردة برشلونا انتو انتو يعني بتخلوه يعمل ترندات تيك توك بتنتخموا منه عشان اللي عملوا زمان وش دخلو وش دخلو باير مين خلي عمل فيك وهيك ماهلنا يا جماعة الزلمة محترم وهي بسجليلك هداف و هداف الدوري وحالته حالة تروحوا بتخلوه يعمل ترندات تيك توك انا خايف بكرا لقيم نزل فيديو اكبر غلطة بحياتي حليت واحد واطي اكبر غلطة بحياتك انك ما تعمل لايك لهذا الحلقة لانها جميلة جدا واللي ما حضر الحلقات السابقة يروحي حضرها لايج شير ستركوا ادعمونا ادعمكم اعزائي المتابعين تابعونا على مواقع التواصل الاجتماع وضروروا تتابعونا على الانستجرام والسناب شات لانه انا حكون مسافر مكان جدا جدا حلو هو امور خفيف ولطيف اعزائي المتابعين انا حبكم هوايا هوايا الله يعطيكم الفعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى